في فقرة أخبار عين العلم كلية الطب في المثنى السماوة تستورد جثث بأكثر من نصف مليون دولار أمريكي من ألمانيا قبر الخامس زمين المخرج حيث تنتظر كلية الطب في المثنى السماوة الموافقات لوصول أربع جثث من ألمانيا تصل قيمة الواحدة منها إلى 146.750 دولار هذا يعني أن مجموع الجثث الأربع يصل إلى 587.000 دولار أكثر من نصف مليون دولار أمريكي يذكر أن هذه المبالغ دفعت من حصة محافظة المثنى من البترو دولار التنموي من أجل تلبية حاجة قسم التشريح في كلية الطب المثنى السماوة دعونا نرى استطعنا أن نستورد قطع من الجثث البشرية لطلبة المرحلة الأولى والثانية في المرحلة الأخيرة استطعنا أن نستورد جثث الحقيقية بشارية محنطة منشها ألمانيا أسعار عالية جدا بالمناسبة سنة كاملة كلية الطب المثنى تنتظر الموافقات وتنتظر وصول الجثث سنة كاملة والمبالغ 587.000 دولار أكثر من نصف مليون دولار أمريكي حتى توصل جثث محنطة ألمانية لأشخاص ما نعرفهم ممنيا احنا مو قصدنا أنه نعرف أو ما نعرف لكن الغرض هو لحاجة قسم التشريح في كلية الطب باستهجان باستهجان أنا دار أسأل أنه اليوم أنا جثث اللي موجودة عندنا بالطب العدلي يجوز مجهولة الهوية يجوز غير مجهولة الهوية معلومة لكن أنا أريد أسأل أنه اليوم إحنا لما نروح أكثر من نصف مليون دولار قادرة على افتتاح مشاريع قادرة على تطوير الجامعة نفسها بدل هذا الموضوع ليش ما استغلينا الجثث اللي مجهولة الهوية بالموصل مهمة تقولون أنه داعش وغير داعش إجا ألماني وأفغاني وشيشاني وباكستاني ومعرف إيش دولي مو أجانب مو بالإمكان أنه إحنا بعد ما دخلنا وحررنا الموصل نستغل هذه الجثث هذه وحدة من المواضيع واني داعي أتكلم وأرجع وأقول باستهجان باستهجان شغلة ثانية الطب العدلي اللي موجوده ببغداد وثلاجات الطب العدلي مو مليئة بالجثث مجهولة الهوية مجهولة الهوية وخلي نركز على هذا المصطلح أو هذه الجملة لأنه كل جثة إذا معروفة أو أهلها عرفوها تكون عزيزة على أهلها تأخذ وتدفن معززة ومكرمة وحسب تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ونتعامل وياها بإنسانية لكن لما تكون جثث مجهولة الهوية شن المانع لما نستفاد من عدها لخدمة الناس لا حياء في العلم لخدمة العلم بهذا المجتمع وهذه الخمسمية واثمانية وسبعين ألف دولار نستغلها في مشاريع أخرى على سبيل المثال تطوير جامعة المثنى السماوة نفسها خدمة الكادر الصحي أو الوضع الصحي بصورة عامة في المثنى خدمة أو فتح مشاريع للعاطلين عن العمل نص مليون دولار مقليلة أكثر من 750 مليون دينار عراقي فهذه المبالغ ليش إحنا قاعد نركض سنة كاملة وننتظر الموافقات حتى توصلنا الجثث طبعا هذا الموضوع حالة حال طائرات الف 16 اللي إحنا الموعودين بـ 15 أو 13 طائرة والحد الآن ما وصلتنا غير 6 وصارنا سنين ننتظر إجا داعش وراح داعش والحد الآن ما شفناها غير الأربعة وكثنية من عدها نوقعنا أثناء التدريب فموضوع الجثث حالهن حال موضوع الطائرات الف 16 نتمنى أنه جامعة المثنى أنه يوضحون هذه الصورة واعتقد الظهر السيد المتحدث وتكلم أنه أحنا يعني بتفاخر قاعد نستورة جثث من ألمانيا محنطة وصالحة للتشريح طيب ما الجثث اللي عندنا كله تقاعد توصلك جاهزة مجهزة بالطب العادلي ببغداد إنه ما شاء الله العصابات صايرة حدث ولا حرج وياهو اللي يعارضهم يكتلوه خصوصا نحن مقبلين على فترة انتخابات بالمقابل ثلاجات الطب العادلي بالعاصمة بغداد مو متروسة بالجثث لو مثل ما يقول المثل أو ما يقول الشاعر نحن نطرب على الغريب